أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا أبو القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين تنزلات عالم سقر التي وقودها الناس والحجار ومن جنود العقل وجنود الجهل في هذه الليلة نبحث عنوان الخضوع والتطاول والقصد وضدها العدوان والتهيئة وضدها البغ ومعنى عنوان الخضوع هو الانقياد للأوامر والنواهي اختيارا ولذلك فسر الخضوع هو عنوان التواضع والتواضع صفة للاختيار وليست للجبر وما يقابلها التطاول وهو التكبر والتغطرس على تلك الأوامر والنواهي لأن منقياد لذات الشيء منقياد لأمره منقياد لنهيه ومنها يستنتج أنك تنقاض إليه ربما تعبر الإنسان أنك خاضع له ولكن إذا أمرك بشيء لا تنقاض وإذا نهاك عن شيء لا تنزجه حقيقة الخضوع هو التنفيذ وحقيقة التطاول التي يضد تلك الخضوع هو الاستكبار والتغطرس لا أصنع وما يقابل أيضا في الردبة الثانية عنوان القصد والظلم والمراض من القصد استقامة الطريق ولذلك فسر بالأمة المقتصدة أي المستقيمة والعدوان هو عنوان الظلم والتهيئة وهي الإصلاح والبغي وهو الفساد والظلم وكما هو معلوم أن موازين هذه الجنود الثلاثة من جنود العقل أو جنود الجهل كلها متشابكة فيما بينها بل تتفرع من حقيقتها فأول عنوان هو عنوان للخضوع والتطاول وكما أن هذا المفهوم منتزع من بين البشر أيضا كذلك الأمر له حقيقة وجودية وهي التطاول بالرتبة الكبرى على الحق المتعال ومعلوم أن الحق المتعال والتطاول عليه هو ليس والعياذ بالله من أن تتناول منه شيء حيث أنه ليس بشيء ولا يرى في شيء بل أن التطاول عليه هو تطاول على مظاهره تطاول على أبوابه على يده على وجهه على أمره على نهيه ولا يكون التطاول إلا باستكبار بخلاف شهوة غلبتني أو هوا غلبني أو ملل أو كسل أو غير ذلك فإنه ليس من عنوين التطاول إنما المراد من التطاول هو المعاندة والاستكبار والتغطرس بمعنى التحدي والعياذ بالله ولذلك كان الخضوع لله سبحانه وتعالى هو خضوع لمن؟ لنبيه، لرسوله، لوليه وأي تطاول على هذا الباب يعتبر أنه تطاول على الحق المتعال وعدم الالتزام بما يأمر هذا الولي وهذا النبي هو بالتالي تطاول على الله الخضوع يمثل هو الطاعة لذلك من عرفنا فقد عرف الله ومن أنكرنا فقد أنكر الله أن هذه الحقائق حيث أننا لا يمكن أن نحدد أي شيء هو طريق الله من غير مقام النبي ومن غير مقام الإمام صلى الله عليه وسلم لا يمكن على الأطلاق أن يعين مفهوم التطاول لأن الله ليس عنده شيء حتى تتطاول عليه إنما التطاول والتكبر في شيء ترفضه لا بد إذن من هذه الشيئية وهكذا يخترق عنوان التطاول وعدم الخضوع إلى أن يأتي إلى أوليائهم صلى الله عليه وسلم فقد قال الإمام الرضا عليه السلام للشاه عبد العظيم رضوان الله تعالى عليه وسلام الله عليه أبلغ عني أوليائي من آذى لي وليا سألت الله أن يعذبه في الدنيا بأشد الحذر هذا أيضا كذلك العمر أولياء آل محمد صلى الله عليه وسلم هم مدعاة للتطاول على الحق المتعال والخضوع لهم فيما ينقلونه إذا كانوا مرآت عن أئمتهم صلى الله عليه وسلم بالتالي هو خضوع للإمام والخضوع للإمام والنبي هو خضوع للحق المتعال والتكبر عليهم تكبر على الله سبحانه وتعالى أيضا كذلك الأمر ورد على الوالد وعلى الوالدة وعلى الوالدين حيث أمرنا الله سبحانه وتعالى بالخضوع لهم ولا تقول لهما أفا ولا تنهرهما بحيث أنه هذه الرتبة الأصعب فإذا كان هناك شيء أكثر من الأف فهو مما لا إشكال فيه موجود في قياس هذه الأولوية وهكذا من نسبة إلى القصد وكما هو معلوم أن القصد لا يمكن أن يدعيه أحد إلا أن تكون له الحجة من الله الحق المتعال لأنه كل إنسان يدعي الاستقامة وكل إنسان يدعي الاتباع والصلاح وأن كما هو معلوم لا صلاح إلا بالحق المتعال نعم من يعبد من دون الله إله من يعبد بمعنى يطيع من دون الله فهو بالتالي ليس من الأمة المقتصدة بل من الأمة ماذا السيئة وكما هو معلوم عنوان الاقتصاد الذي هو استقامة الطريق يحتاج إدى دليل يدل عليه وحيث أن عقولنا لا يمكن أن تشرق إلى مصالحها انظروا إلى هذه الآية في قول الله عز وجل لإبليس استكبرت أم كنت من العالين قال نحن العالون الذي عن الله أشهدنا خلقكم فعرفنا ما يصلحكم وما يفسد لكم الآمر فأمرناكم بما يصلحكم ونهيناكم عما يفسدكم إذن لا بد له من شهادة المصالح وشهادة أصل الخلقة كما عليه شأن الناس هنا أنت إذا أردت أن تصنع سيارة أو بين يديك سيارة وتعطلت تذهب إلى صانعها إلى مؤسسها إلى مهندسها هو الذي يستطيع أن يكتشف ماذا هو العطل من يشهد مقام الخلقة وما يجري في الخلقة من بلايا وتزاحم وغير ذلك ومفاسد ومصالح حيث أن دار الاشتباك الذي هو دار التزاحم بين المخلوقات وليس بين البشر فحسب كله مرتبط فيما بينهم ولولا أن هناك حكيم يدير هذه الكائنات بل أن هذه الكائنات وجودها وبقاءة دليل على وجود الحكيم المدبر لها لأن أصل هذا التزاحم يولد في لحظة واحدة فساد الكون ولذلك قال حضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو أوكل الله سبحانه وتعنى الله أوكل لنبي الله يونس عليه السلام أوكله إلى نفسه أقل من طرفة عين فلبس في بطن الحط ولولا أن كان من المسبحين للبس في بطن إلى يوم البعث إذن لابد من معلم له إنه إذا فسد هذا العالم كيف يستطيع إن كان إصلاحه كيف يتمم لابد من وجود دال على الطريق الاستقامة هي لله سبحانه وتعالى بمعنى الهداية الهادي ولابد لنا من مشير يشير إلينا إلى هداية الطريق حتى لا يدعي كل مننا أنه هو المهتدي وإلا لو كان كل مننا يدعي هو المهتدي فلابد أن يكون واحد مع الحق والجميع في الباطل فإذن يضيعون أسباب الخوفة إذن عنوان الأمة المقتصدة إن مقتصدة إنما تكون في التزامها بطاعة رسول الله والتزامها بالإمام حاجتها إلى الإمام لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي أنبأ أن أمتي ستختلف إلى 73 فرقة فرقة ناجية و72 في النار فإذن هي محتاجة إلى أن يعين رسول الله باب الرحمة لقد ضمن على نفسه أنه رحيم وقد سماه الله سبحانه وتعالى بالمؤمنين رؤوف رحيم ولذلك لابد من تعييني ماذا إمام لأن هذه المرحلة ليست فيها أنبياء بعد تدل على الطريق بل لابد أن يكون هناك إمام في آخر الطريق ماذا يقيم أود هذه الأمة ويعدلها ويهديها بعد أن جربت كل التجارب التي أرادت أن تهتدي هي من غير الإمام لم ترث غير الدماء إلا القتل والدماء والفساد وخراب هذا العالم ولذلك كان العدوان في مقابل ماذا في مقابل القصد الذي هو إراءة الطريق كل من يحجب قول الإمام هو معتد كل من يحجب صوت الإمام هو معتد كل من يظل الناس إلى غير الإمام وينصب لهم صلما وبعلا فهو معتد أثيم ولذلك فسرت الآيات أن المعتد الأثيم هو الذي اعتدد على أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم هذا عدوان وسيأتي بيانه إن شاء الله مفصلا ولذلك لا يمكن لأحد أن يدعي الإصلاح وهو بعيد عن بيان طريق الاستقامة ربما يدعي الإصلاح وهو يفسد أكثر مما يصلح العأسائر من غير علم فإن عمله يفسد أكثر مما ماذا يصلح إذن عنوان الإصلاح هو عنوانه بعد معرفة ماذا الاستقامة الذي هو ولاية عليه صراط الله المستقيم وإنك لعلى صراط مستقيم يعني على هذه الولاية التي هي ولاية الله وظهرت للبشرية في صورة عليه وظهرت لعليه في صورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم لذلك قال الله إنما وليكم الله ورسوله والذين آمن لا يمكن أن يدعي أحد التهيئة أي العنوان الإصلاح وهو جاهل بمقامات المعرفة كثير من الناس يريد أن يشعروا أنفسهم بأنهم أهل إصلاح اجتماعي مصلح اجتماعي نعم إصلاحه ذات البين هذا ليس المراد من الإصلاح إذا اثنان اختلفا يمكن لك أنت بطريقة إصلاحك أن تضيع حق الآخر ويمكن أن تقوي هذا بعدم إقامة الحد عليه على الفساد فيكثر الفساد أكثر وأنت تقول ماشي الحال مرؤولي هايدي ومرؤولي هايدي بالتالي هذا الذي تمرأ سبب الفساد في هذه الأمة وخربها من جميعها إذن لا يمكن أن يدعي دائما الحلول أنها هي ماذا هي إصلاح قد يكون من الإصلاح البتر قد يكون من الإصلاح إقامة الحد قد يكون من الإصلاح الزجر للظالم قد يكون من الإصلاح كثير من الأمور التي هي معاكسة لحب بعضكم ولذلك لا يمكن أن يدعي أحد الإصلاح دون ما عرفت باب آل محمد الذي هو عنوانه القصد بمعنى استقامة الطريق أول شيء تتضح أين تكون الطريق وبعد ذلك يمكن لك أن تدعي أنك تدعو إلى الإصلاح والإصلاح صفة للمصلحين والصالحين التي هي صفة الأنبياء أترى أن الأنبياء الذين قتلوا وشردوا وصنعوا ما صنعوا بالكافرين أنهم غير مصلحين لمجتمعهم من الإصلاح أن يبني الإنسان لإنسان آخر أن يسجره عن النار وربما تقول أن هذه شغلة صغيرة تافها نعم هي تافها الآن ولكنها ستكون كبيرة في المستقبل فما تدعوه أنه إصلاح ليس بإصلاح لا بد إذن من معرفة ماذا عنوان الطريق وبعد ذلك هو عنوان البغي والذي هو الظلم والفساد الله سبحانه وتعالى اعتبر أن الشرك ظلم أن الشرك لظلم عظيم الله سبحانه وتعالى فسره الشرك بولاية الله التي مظهرها حضرة رسول الله وحضرة الأئمة أيضا كذلك الأمر هو عنوان البغي هو عنوان البغي عدم طاعة الإمام هو عنوان البغي البغي هو أن تأخذ علمك من غير الإمام وتريد أن تقلده للناس هذا عنوان البغي والتهيئة التي هي عنوان الأصلاح هي تنفيذ ما أراده صاحب الطريق المستقيم وبالتالي حين ذلك تكون خاضعا وليس مستطيلا نعم متطاولا ولذلك ورد في الآيات في قول الله سبحانه وتعالى أن هناك خضوع جبري وخضوع اختياري وقد أمرتكم بالخضوع الاختياري حتى تنال الثقة حتى تنال الثواب حتى تنال الدواجات ولا نستطيع بلحظة واحدة أن أجعلكم جميعا خاضعين لإرادة هذا النبي وإرادة هذا الإمام حضرت رسول الله بعض الناس للأسف يقولون لماذا لم يصنع عليه ولماذا لم يصنع إذا كان عنده كل هذا ليش ما هدى الأمة جميعا ما لو هدى الأمة جميعا لما تميز الخبيث عن الطيب ولما تميزت الدرجات وأنت تطالبه أن يظهر بمظهر غير بشري وقد آل الله سبحانه وتعالى أن يظهر ولايته في هذا العالم بلباس البشرية ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون من أسهل ما يكون عند حضرة رسول الله وحضرات الأمة أن يقودوا الكون إليهم وإلى طاعة اتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين ولكن حين ذلك يخترم عنوان ماذا لنبلوكم أيكم أحسن عمل المناط من الهدف الإلهي أيكم أحسن عمل فلابد وأن يكون اختياريا لتتعين حتى درجات العصمة ولتتعين درجات ماذا السيئة قال الله سبحانه وتعالى إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وقد ضمنه الله عز وجل هذا المفهوم في آخر الزمان نعم الآيات التي سينقاض إليها كل الناس الله سبحانه وتعالى وعد أن يظهرها في دار الدنيا ووعد أن يظهرها على يد هذا الولي إذا ظهر الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه حينما سمى جنوده جنود الرب وما يعلم جنود ربك إلا هو ليظهر هذه الحقيقة وأنهم قادرون على ماذا قادرون على الملك الحقيقي بولاية آل محمد وأنه ينقاض إليهم كل شيء يتطاول عليهم المتطاول لأنهم لا يظهرون هذه الحقيقة أمامهم وعن روحه ونفسه وحياته وحياة ذريته بيده بهذا الولي ويمكن أن يقطعه له وكم من مرة يستحق أن تقطع لكن برحمة ذلك الولي انطلق في الحياة وعاش هذه الآية الله سبحانه وتعالى في المشيئة أمضاه أنها ستظهر ولكن ما قبل الظهور لا بد أن يكون أولياء المحمد للقادرون أن يظهر النصح للآخر حتى يقود نفسه من خلال الاختيار فيكتب بماذا فيكتب بعنوان أهل الثواب وأهل جيش إمام الزمان صلى الله وسلامه عليه مفاهيم التطاول كثيرة لذلك الله سبحانه وتعالى في قصة طالوت سلام الله عليه الذي جعله حينما أتى بني إسرائيل إلى داوود عليه السلام وقال له أننا لا نطيق جالوت والعمالق الذين كانوا يسكنون غزة فقد أكثروا فينا الذابح وفي نسائنا السبي وغير ذلك من هذه العناوين وقد شكوا إلى داوود هذه المسألة داوود وقد دعوه إلى أن يقاتلوا جالوت فكيف السبيل وكيف الحل؟ أول امتحان إلهي كان لهؤلاء أن داوود قال لهم أولا أخاف عليكم أن لا تلتزموا فقالوا ولماذا لا نقاتل؟ وقد سبيت نساؤنا وقتلت أطفالنا وأبناؤنا وسلبت منا بيوتنا إلى غير ذلك قال إن الله سبحانه وتعالى مرسل لكم ملك اسمه طالوت قالوا له كيف يكون؟ له الملك علينا بدأ النقاش والتطاول هو يقول لهم الله والنبي هم يعترفون أنه نبي لأنهم آتوا إليه قالوا أنه يكون له الملك ولم يؤتى سعة في المال هذا ما عنده فلوس ثانيا متعاهد بين عنوان ملوك بني إسرائيل أنهم كانوا من أولاد يهوذة فكيف يكون من ابن بن يامين وتجعله علينا ملكا؟ هذا شأنهم شأن أن يذهبوا ويتعبدوا أولاد بن يامين أولاد يهوذة نعم هم الملوك كيف بدك تغير هذا العنوان؟ هو يقول إن الله إن الله يقول لهم بدأ التطاول على الله كيف بدك تحط هذا وكيف بدك تحط هذا؟ هذا هو عنوان التطاول وعظم الخضوع مناقشة الإمام مناقشة النبي هو عنوان للتطاول وعدم الخضوع ولو قالوا له ولو التزم بني إسرائيل بذبح بقرة لما سمى الله لهم أنها صفراء وإلى غير ذلك ولكانوا ذبحوها من أول يوم لكن فطرة الإنسان أنه يناقش هو يقول لهم مش أنصحكم هو يقول له إن الله سيرسل عليكم ملك اسمه طالو وبالتالي نظروا فيما قال وذهبوا وبدأوا يتحدثون أنه كيف بدأ تركب هذا ويرجع الملك لأولاد لأولاد بن يمين الذي هو صديق وأخ وروح ونافس ليوسف عليه السلام وهو الذي كان ضد إخوته في يهوذة حينما صنعوا له ما صنعوا قالوا خلينا ممرئ هذه المرحلة هلأ جاء لوت رجل أوي وهذا زلم الظاهر آتاه الله بسطة في الجسم والعلم عالم وقوي ويقوي في الروايات أنه كان أجع الناس في ذلك الزمان طالو عليه السلام وبيده تابوت السكينة مع أنه تابوت السكينة وصل لمرحلة عند بني إسرائيل أد ما بطره في عنوان أن رأاه استغناء صار بتابوت السكينة يلعبوا في الأولاد في الطرقات حتى الله سبحانه وتعالى سحبه وخطه عند مين؟ داود قالوا خلينا نقطع هذه المرحلة وبعدا نحن بنرجع من رتبها خلينا ندفش في طالو جالوت ونخلص من جالوت ونرجع من احبكها ومنديرها ونركبها في أولاد يهوذة وبيمشي لها هذا تطاول على الله سبحانه وتعالى بس على مين يعني؟ في الطريق قالوا طالو عليه السلام إني مختبركم بهذا النهر ما تشربوا منه إلا من شرب منه غرفة 80 ألف من جيش بني إسرائيل إجوا شو سووا؟ إجوا شربوا من هذا المنهر بالتالي كان امتحان لهم والفئة القليلة التي هي عددها 313 وعندي وقفة مع هيدا الرعم بالتطاول وعدم التطاول يعني من لا يتطاولهم ليه بيكون عدد هاك مع إمام الزمان صلى الله عليه وسلم زين؟ قالوا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة إنه كيف في الدنياءات له 313 نحن 80 ألف وعملين حساب مع أنبياء ومع ملك ومع التابوت ويلا نلحق عليه لجالوت فقال له نحمله حالك ونفله وبالتالي فل 80 ألف 313 واحد وطاول 313 واحد صابوا بإذن الله وبولاية الله سبحانه وتعالى إلى جالوت ما كلفت المعركة إلا حجر من داود شالوا وسفقوا يالا جالوت إجاب راسه وآتله العمالكة كلها سجدت لطاول هلأ شو عاملين حسابه نيكي؟ إنه هالجماعة مع قلتهم ذهبوا وقتلوا جميعا تعالى رتب قصة إدارة قيادة الأمة في بني إسرائيل وإذا بهم شافوا طالوت جاي مع داود وجارر كل أهل جالوت عبيد له هذا تطاول على الحق المتعال هو يستطيع من الأولى أن يكفيهم أمر ماذا؟ أن يكفيهم أمر جالوت يعني بيطلع داود لحاله ومشو السفاء الحجر بيطلع داود لحاله وبيضرب الحجر وبيرجع ولا في داعة نصب لنا لا طالوت ولا تسوي لنا امتحان لبني إسرائيل يصد فيه 80 ألف جندي مسألة الانقياد الانقياد التسليم والخضوع هذه من أهم ما ورد في كل مقام الأمم السابقة وكل أهل النار إنما امتحنوا في هذا الجندي أيها الأخوة وهي عنوان الخضوع إذا جعلت عليكم طالوت فاقبلوا به ملكا حكمان وإذا أمركم أن لا تشربوا فلا تشربوا إن الله سبحانه وتعالى لا يهلككم مع ملكا ولا نبي وكان يطعمكم مع موسى من المن والسلوى فأردت من ثومها وبصلها وقفائها وعدثها وإلى غير ذلك قال الله اهبطوا مصر إن لكم ما سألتم ولكن الذي سألتموه ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله دائما الخصارة في ترك أمره الخضوع لولي الله لنبي الله دائما الخصارات هكذا تكون أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه هذا يأتي إن شاء الله في الإصلاح حينما رفعوا المصاحف والأشعز دخل وأراده وأن يقول له لا نقاتل من يرفع القرآن وقد سمعنا أن من قتل رافع القرآن أنه في النار ولهي ذلك قال ويحكم أنا قرآنكم الناطق كفوا الإصلاح في ماذا في قتل هؤلاء وقتلي هذا قرن الشيطان لأنه سينبع في كل آن ولم تكن عملية الأشعز هي عملية إصلاح بل كانت هي عنوان بغي والاعتداء على ولي الله ودفعوا ثمن وما زلنا ألف وأربعمائة سنة عم ندفع ثمن ما حصل من خلط الأوراق في صفين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لهم إذا وجدتم معاوية على منبري فاقتلوا الأمة اللي اعتبرت أنه لا خلينا نرتبها ونشوف كيف نظبت الأمور ما قتلت معاوية دفعت ملايين البشر من القتل مش بس القتل في الدنيا حتى النيران في الآخرة وعدم الهداية أي صلاح هذا إذن البغي الفئة الباغية هي التي لا تلتزم بقول الإمام الفئة الباغية التي لا تكون خاضعة لكل هذه الموازين التي يفرضها الله سبحانه وتعالى قد من الله سبحانه وتعالى لكم في السير مع علي بن أبي طالب أن تأكلوا من فوق رؤوسكم ومن تحت أرجلكم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا والتكذيب لم يحصلوا به حتى كما ورد في الأحاديث لو هجمت السباع في آخر الزمان لغلبتكم في آخر الزمان لغلبتكم ماذا ورثتم من إصلاح ذات البين ودفع عليهم بهذه الشبهة لقد احتال إبليس لعنه الله تعالى أن يغريكم بالأموال كما الدجال الذي يظهر لك جبل من خبز فإنه يكون جبلا من نار أيها الأمة عليكم أن تلتفتوا أن ثمن التطابل على ولي الله وعدم طاعته وعدم السير في ولايته يورثكم خسرانا مبينا وقتل وتشريب ولا يمكن أن تحصلوا فيه أمان لا لأنفسكم ولا لأعراضكم إن هذه الأمة لا صلاتها ولا تلاوتها للكرآن ولا من تشبث بقبر رسول الله كان هذا ضمانا له من وقعة الحرة التي حصل فيها أنه لم تبقى بكر في تلك المدينة إلا وفتضة وقد أولدت 3500 ولد من ابن الزنا من أولاد البكر ولم ترحم شيوخكم ولم ترحم شبابكم وكانت الدماء والروف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما ينطلع على بعض العقول أنه إذا تخلى ولم يخضع لأمر الإمام ونهج الإمام صلى الله عليه وسلم أنه يريد بذلك إصلاح سيكون باغيا وسيتحمل كل الدماء التي ستأتي على عنوان هذا الباغي ولا يمكن أن يكون المصلح إلا مع حضرة إمام الزمان صلى الله عليه وسلم ولو بقوا مع موسى عليه السلام لبقوا أكلا من ذلك المن الذي هو غزاء لا يمكن أن يتصوره أحد ولا يمكن أن يماثل ثومها وبصدها احذروا عدم الخضوع لولي الله ولما أمر ألم يكن ملتفت حضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الأمة إذا سلكت الواد وبقي عليه لوحده قال له فاسلك الواد الذي سلكه عليه لسلمان أن الصلاحة مع القلة وليست مع الكثرة وأن الكثرة يمكن أن تولد قتل وتدمير وضمار وخراب هذا من أهم ما سقطت فيه الأمة هذه الجنود التي أتحدث عنها هي أهم ما سقطت به الأمم عبر التاريخ وقرأوا لشعيب إن الله سبحانه وتعالى عذب قومه لبخسم في الميزان فكيف يمكن أن يصنع بك لو أنك ستتطاول على أمر الإمام وولاية الإمام نعم الإمام باب الحطة والله يعذب البشر بالذنوب وما لم ينصب هذا الباب سيعذبكم الله سبحانه وتعالى بذنوبكم ولا نجات لكم حتى تحطي الذنوب عند هذا الباب احذروا لا يتصورنا أحد أنه يدعي الإصلاح ويتصور أنه يصلح كثير من الناس التي رفضت نصرة عليه عليه السلام حينما طرق الأبواب مع سيدة النساء قالوا إنما أردنا إصلاحا وحقنا للدماء وما هي إلا أيام وإلا ما وجدنا الدماء سرط في الأمة وما انتهت لحد يومنا هذا لذلك قال عن أبي عبد الله عليه السلام قال تخضع رقابهم يعني بني أمية وهي الصيحة من السماء بإسم صاحبه الأمر عجل الله فرجه وقوله إنه لتنزيل رب العالمين أي القرآن أي القرآن ولذلك قال الله وكأي من نبي قاتل معه ربانيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله الله وعدهم الجنة قاتل وكأي من نبي قاتل معه ربانيون من المسمى رباني المقاتل مع النبي وما استكانوا والله يحب الصابرين وما استكانوا والله كانوا خاضعين بذلوا الدماء وما رؤوها أنها ماذا مشكلة في حياتهم بل هي خدمة لماذا لنبي الله ويقول وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اَسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرُّهُمْ حتى قضية العذاب الله بيرحم الأم بالعذاب ما استكانوا لربهم ما رجع ما خضر ما صلف الموازين إذن الخضوع فلسفة البلايا هي للرصول إلى ماذا لمقام الخضوع والخضوع هو لماذا لولي الله والذي يفهم هذا المفهوم بيفهم بلايا آخر الزمان شو سببها واللي بيفهم هيدا المفهوم بيفهم ليش الله بد يضله يدئ لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقسم من الأموال والأنفس والصمارة بس شو قال بشر الصابرين البشر والمنتظرين مش لهم قال الصابرين إن المنتظرين إذن البلاء للوصول إلى ماذا للخضوع وهذه الأمة سيبقى في آخر الزمان فيها السيف والدماء والبلايا حتى تخضع وتشهد أشهد أنك سبيل الله الذي من سلك غيره هلك سبيل الله هو الإمام وأمر الإمام وعن علي عليه السلام لذلك قال فَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ إذن الوصول إلى الاستكانة لمقام الرغبية التي مظهرها حضرة من صاحب الزمن وأشرطت الأرض بنور ربها عن علي عليه السلام في قول تعالى فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ أي لم يتواضعوا في الدعاء ولم يخضعوا ولو خضعوا لله عز وجل استجابا له أخضع لأله بس أي الله اللي عم تدعيه من غير ولاية الله ليس بأله هذه صورة أنت خلقتها بذهناك كتب الرضا علي بن موسى صلى الله عليه وسلم عليه إلى محمد بن سنان فيما كتب من جواب مسائله أن علّة الصلاة أنه إقرار بالربوبية لله عز وجل وخلعوا الأنداد أي ند من غير الله خلعوا البراءة وقيام بين يدي الجبار جل جلاله بالذل والمسكنة والخضوع والاعتراف والطلب للإقالة من سالف هو الإمام يدل لك تخضع الإمام تقول له كيف أصلي يقول لك صلي هكذا تقف بين ذا الله وتسأله بما أمرك الإمام وعن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال السجود على الأرض أفضل لأنه أبلغ في التواضع والخضوع لله عز وجل هذه الحركات التي تقوم فيها إنما هدفها ماذا أن لا ترى لنفسك خيار معناته الله شو بده حتى أسوي وقال أمير المؤمنين عليه السلام طلبت الخضوع فما وجدت إلا بقبول فما طلبت الخضوع فما وجدت إلا بقبول الحق اقبلوا الحق فإن قبول الحق يبعد من الكبار خلاص حكم لك إيه خلاص لا يجد في أنفسهم حرج مما قضيت حتى لو كان على حسابي أشو المشكلة مهم أنقذني ولو مشيت أنا بالطريقة النفسية اللي بدي أمشي فيها لكون في جهنم فله المنة وله الحمد وفي فقه الرضا عليه السلام عليك بطاعة الأب وبره والتواضع والخضوع والإعظام والإكرام له وخفض الصوت بحضرته فإن الأب أصل الأب والأب فرعه ولولا لم يكن بقدرة الله يعني الله سبحانه وتعالى أذن أن يكون هذا علّي لها وعن المفضل قال سمعتم ولاي الصادق عليه السلام يقول كان فيما ناج الله عز وجل به موسى بن عمران يا ابن عمران هب لي من قلبك الخشوع ومن بدنك الخضوع ومن عينك الدموع في ظلم الليل وادعني فإنك تجدني قريبا مجيبة خلاص شيل هالثوب اللابس من الأني وإنت شيله يا رب أنت الحق أنت المتعال وليك له الطاعة نبيك له الطاعة حين ذلك الله سبحانه وتعالى يجعل كل شيء في أمرك يأتمر ويستجيب لك قال له هب لي هب لي من قلبك الخشوع كسره له هالقلب ما تقول أنا وأنت لا أنت كيف بينكسر الأسير أوجد نفسك أنك مأسور بيد ملك مظهر صغير من مظاهر الله والملك مأسور غير كل مأسور بالإرادة الإله ومن بدنك الخضوع ما توقف وقفة المتجبرين أمام الله ومن عينك الدموع هي لدلالة على ماذا شدة خشوع القالب ولذلك في عنوان التطاول قارون كان أول طغيانه أنه تكبر وأراد أن يستطيل على من على موسى كيف كانت استطالته قارون طبعا أنا لم أحكيت شيء لموسى قد يدعي واحد أنني لم أحكيت شيء موجهت له الكلام ما أذيت في كلمة خروج قارون بأربعة آلاف من الفرسان مع أحصنتهم التي هي مرصعة بالجواهر كانت استطالة على ماذا على موسى وأن موسى عليه السلام قال يا رب إن قارون آذاني فقال مر الأرض تطيعك وإذ به يأمر الأرض تبتلع قارون إلى تعبه يستغيث تبتلع إلى ساقه يستغيث إلى ترقبته لأنه يقول لو دخيلك يا موسى فهم موسى وعلم أن هذه الاستغاثة كاذبة ولو ردوا لعادوا لما نهو عنه وأن هذه تصوير الدنيا في أعين الناس وبهجتها وأن مقام الزعامة يجب أن يكون مرصعا بالجواهر سوف يضل المرأة فيه عن طريق وسوف تتوجه الأمة جميعا إليه لأنه لياليت لنا ما لقارون مشكل ليات ونصروا سوف لا يضبن على قلب أن يبقى على دين الله فأمر الأرض بأن تبتلع ولذلك عن أبي جعفر عليه السلام نعم قال قراء القرآن ثلاث وديروا بالكم لهذه الرواية يا أخوان رجل قرأ القرآن فاتخذه بضاعة واستدر به الملوك واستطال به على الناس ديروا بالكم والاستطال ليس بس بالمال أمرار والعياذ بالله بالعلم بسر الله بده يستطيل على من هو أمرار بتلاوة القرآن الاستطال بحد ديت الله سبحانه وتعالى ما بيتيئة نعم الاستطال على عدو الإمام عبادة ولذلك في الحرب في الحرب هذه وقفة وهذه صيحة وهذه سرخة لا أحبها إلا في الحرب كما ورد أن التكبر في الحرب عبادة نعم ورجل قرأ القرآن فحفظ حروفه وضيع حدوده وأقامه إقامة القدح فلا كثر الله هؤلاء يعني أنت لا لا مش هيك هيد في بهالبي مثلا هذا الحرف ما خرج بالضض أو نعم هي لا بأس بها يعني أن يتلو الإنسان صحيحا ولكنه ليس وقوف عندها هي المشكلة ذاك ضيع الحدود وحاول أنه يستطيع هذا لا وأفلا عند الحروف وما استفاد من معاني الإمام شو بيقول فلا كثر الله هؤلاء من حملة القرآن ورجل قرأ القرآن فوضع دواء القرآن على داء قلبه هذا اللي يتفكر يا رب كيف بعالج هالتكبر شو الآيات اللي يتذكرني فيها حتى ما كن حسود حتى ما كن لئيم حتى ما كن بخيم أحد صار يتفكر بالقرآن شو الحلول لذلك قال دواء القرآن على داء قلبه فأسهر به ليلة وأضمأ به نهاره وقام به في مساجده وتجافى عن فراشه فبأولئك اسمع فبأولئك يدفع الله العزيز الجبار البلاء وبأولئك يديل الله عز وجل من الأعداء حصن صغورك إذا شفت هؤلاء لا تظلمهم لأنك تكون ظلامة نفسك لأنهم أمان لك وبأولئك ينزل الله عز وجل الغيث من السماء فوالله لهؤلاء في قراء القرآن أعز من الكبريت الأحمر أعز من ماذا من الكبريت الأحمر وقال زين العابدين عليه السلام الذنوب التي تنزل النقام شو هي قال عصيان العارف بالبغي تبغي على العارف بالله والمراض من العارف معرفة حديث آل محمد وسبيل يعني هو مو من عنده جايب هذا الكلام من أئمته صلى الله عليه عنه هذه بتنزل النقام قال له عصيان العارف بالبغي والتطالل على الناس والاستهزاء بهم والسخرية منهم وبشر من يصنع هذا بنزول البلاء عليه بنزول نعم مو البلاء النقم النقم وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من بغى على فقير أو تطاول عليه أو استحقره وحقره الله يوم القيامة مثل الذر مثل النمل في صورة رجل حتى يدخل النار كما أن الاصططال على ولي الله الاصططال على الضعفاء أيضا كذلك الأمر لأن الله أمرك أن تكون كالرجل الواحد والأخوة ما أمرك أنت والله مدير باند وانت جاي تدين أنا بتطاول عليك بالأخير هذا إنسان وعن القاذم عليه السلام يقول يا هشام إياك والكبر على أوليائي والاستطال بعلمك فيمقطق الله فلا تنفع فلا تنفعك بعد مقته دنياك ولا آخرتك وكن في الدنيا كساكن الدار ليس له إنما ينتظر الرحيل حتى العالم ما تستطيل على الشيحة بل علمهم ليهتدوا ورحل واعتبر أنهم رسل الله رسل رحمة الله إليك فإذا علمتهم فقد غفرت ذنوبهم نعم هذا في عنوان الاستطار وفي عنوان القصد ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه عدة آيات للأمة المقتصدة التي هي سائرة على صراط مستقيم وتابعة للإمام فقد قسم الله سبحانه وتعالى الناس إلى ثلاث فرق فرق مقتصدة وفرق ضال ضائعة وفرق سابقة بالخيرات ولذلك قال الله سبحانه وتعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير إذن الفضل الكبير بعنوان صدق الخيرات لذلك قال إمامنا صلوات الله وسلام عليه نحن المعنيون بماذا بسبق الخيرات سابق بالخيرات وأشياعنا الأمة المقتصدة ومن خالفنا فهو ظالم لنفسه مش الله سبحانه وتعالى يقول وإن الشرك ظلم عظيم حينما تشرك في أمر الله سبحانه وتعالى الذي هو أمر الإمام فإذن أنت في الظلم وإذا كنت ظالما لنفسك أي قائدها إلى ماذا إلى جهنم والطائع لولي الله قائدها إلى ماذا إلى الجنة والصابق بالخيرات هو مقام هذه الإمامة ولذلك قال الله ولو أنهم أقاموا الطورة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون منهم أمة مقتصدة يعني سائر على عنوان الاستقامة سائر على عنوان ماذا الاستقامة ولذلك قال علي عليه السلام منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون فهذه التي تنجو السائرة خلفه لذلك حبيب النجار رضوان الله تعالى عليه وسلام الله عليه أتخذ من دونه آلهة من دونه ولا لا بإذنه الله خليك تسجد له شوية حجارة دعمه يسجد لا لكن توجهك لأني حجارة نعم ولذلك عن أبي جعفر عليه السلام في قوله ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم قال ولو أنهم أقاموا الولاية وعن زيد بن علي في قوله تعالى وعلى الله قصد السبيل قال سبيلنا أهل البات القصد والسبيل الواضح سبيلنا أهل البات القصد والسبيل الواضح أين يصبح الإنسان يتمنى السيد خلف الولي إذا غمس في ماذا في البلاء لا يكو فرحون قال لغير آل آمنت بإلهي موسى وإذا غشيهم موج كالظل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل خطار كفور وضع التطاول مقابل الاقتصاد الذي هو الإيمان بماذا؟ بآياتنا لذلك قال وما يجحد بآياتنا أضاف أبعد ماذا؟ بعد عنوان الاقتصاد نعم في الكافي قال أبو عبد الله لا يسعكم فيما ينزل بكم مما لا تعلمون إلا الكف عنه والتثبت والرد إلى أئمة الهدى حتى يحملوكم فيه على القصد ويجلوا عنكم فيه العمل ويعرفوكم فيه الحق قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلم وفي مقابله العدوان مقابل القصد العدوان وربما يعتد الإنسان بمخالفة أحكام الله وربما يعتد ويظلم نفسه بشهواته وطاعتها واطلاقه ونفسه واتخاذ هواه إلى وربما يصل الاعتداء والعياذ بالله إلى الناس بحيث لا يقوم فيهم بحق الله في الأعطاء أو بإقامة حد الله عز وجل فهو أيضا كذلك الأمر معتدي لذلك قال الله سبحانه وتعالى ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قرادة خاصية والذين اعتدوا في السبت أنهم ماذا صنعوا أمرهم الله أن لا يصطادوا في يوم السبت كيف اعتدوا لا حفروا الخنادق وخلوا ميت البحر تفوت على الخنادق مع السمكة حطوه لأكل وبعدها نسكر وشوه على الخنادق ما قالوا له يا ربي ما صدنا نحن لك قديش منها كده الله سبحانه وتعالى سماهم معتدين ديروا بالكم الله ما بيخطى على الحب ولا الأمم السالفة ما تفكروا أنها حبكت ولتفت هن ما صدوا ضمن البحر ولا جابوا هن السمكة هن شقوا الأخدود وجروا على ماء البحر بس حطوا شوية طعام بالأخدود و هن يسكروا الباب تركوا للأحد ليشلوهم من جوه مع أنه الله سبحانه وتعالى كان عم بدي يفرجين النفسية معاندة وليس منقابة متطاولة وليس خاضعة ولذلك قال وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ما اتمثل مثل حكاية تقولكم مجرم قيم عليهم حد الله سبحانه وتعالى ولذلك قال الله تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون هذا الذي لا يعرف اسم من الأمم السابقة وحكم في هذه الأمة كيف ينصب نفسه على الناس خليفة وسمى كل الأسئلة من إسرائيل ومن اليهود والنصارى لأنها معضلة عليه لذلك قال الله ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده ويدخله نار جهنم خالدا فيها وله عذاب مهين يعصي الله ويتعدى حدوده يعني يتجاوز الإمام ولذلك قال الله سبحانه وتعالى تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله أن الله شديد العقاب أنا مرأت الاقتصاد والعدوان قبل التهيئة التي هي الإصلاح حتى ما يفكر الواحد أنه ما أنا هوني عب حلة وهوني عب حلة هو عب يؤمر بالإصلاح الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نتعاون على البر والتقوى والتي هي ولاية محمد وعليه ونهانا عن الإثم والعدوان والتي هي ولاية غيره وقد وردت هذه في كثير من الأحاديث من يريد الإصلاح في ولاية الإثم والعدوان هو في الإثم والعدوان هو ظالم وليس ماذا؟ لذلك قال الله فأولئك هم الظالمون إذا تعددت ما أذن لك الله تكون ظالما تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون الله سبحانه وتعالى يبشرهم بعذاب ولذلك قال وترى كثيرا منهم يشارعون في الإثم والعدوان ملتجئين لولاية فلانا صلى الله واتقوا الله كيف تطلع التقوى باتباع أمر الله وولاية ولي الله إن الله شديد العقاب يعدهم الله سبحانه وتعالى بشدة من العذاب وترى كثيرا منهم يصارعون في الإسم والعدوان وأكلهم السحد لبئس ما كانوا يعملون كانوا يأكلون حق البني هاشم وحق الإمام وقد سماه الله سبحانه وتعالى سحتا ولذلك قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون وقلت لكم كيف عنوان الاعتداء وأيضا هذا ما عليه الارتحال وما عليه التشديد أيضا كذلك الأمر الله سبحانه وتعالى اعتبره عدوان كما كان عليه الخوارج يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين قولك أيضا هذا حرام وهذا حرام غير معرفة ماذا اعتداء لذلك قال الله سبحانه وتعالى إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء كيف كيف بيذهب لك عقلك بالخمر والميسار وسأعت بيوقعك بالأتل نعم والبغضاء في الخمر والميسار ويصدقهم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون لذلك المعتد ليس محبوب عند الله إن الله لا يحبه نعم ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة أولئك هم المعتدون لماذا بيعمل إحساب أولياء آل محمد هو حقيقة المعتدين نعم عن أبي جعفر فيما أورده الكليني رضوان الله تعالى عليه قال إنما المؤمن الذي إذا رضي لم يدخله رضاه في أثم ولا باطل وإذا سخط لم يخرجه سخطه من قول الحق والذي إذا قدر لم تخرجه قدرته إلى التعدي إلى ما ليس له بحق خلص نحن رسمنا لك الحدود نحن رسمنا لك الحدود فاتبعها قال أمير المؤمنين أيها الناس إن السبع همتها التعدي وأن البهائم همتها بطومها وأن النساء همتها الرجال وأن المؤمنين مشفقون خائفون وجلون جعلنا الله وإياكم يعني يا سبع يا بهم يا مار ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في عنوان التهيئة التي هي فعل إلهي وصبر عبد على الأمور حتى تحصل قال الله سبحانه وتعالى في هذا اللساء أنه أراد ببعض الفئات إصلاحا فقال إذ آوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشاد فالأصلاح مرة يقوم متعلق بالزمان مرة يقوم متعلق بالفعل ربما يقول نعم هذا هو أمر الإمام لكن إذا أظهرته في زمن بني أمياف عليك لعنة الله وإذا أخفيته بعد زمن بني أمياف عليك ماذا لعنة الله إذن مرة يقوم متعلق بأصل المفهوم ومعرفته ومرة يقوم متعلق بزمانه وبمكانه ولذلك قال الله وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون أهو الله فآووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقه كانت قاضي الله عز وجل أن تكون دولة إبليس بهذاك الزمن فلذلك بيزيح المؤمنين وبيقول لهم نشوفوا شي كهف ويعيشوا حياة لذلك قال سيد الشهداء إني لم أخرج بطرا ولا أشرا ولا مفسدا ولا ظالما إنما خرجت أطلب الصلاح في أمة جدي كيف أطلب الصلاح؟ أول أمر في طلب الصلاح أنهم دعاهم إلى ولايته ولم يقل أي عنوان آخر مع أن في هذه الأمة كانت الدماء تسيل وإلى غير ذلك نعم هو عيب علام يزيد بأنه شارب الخام القاتل لنفس المحترم حينما طلب البيعة وليس حينما خرج قال إني لم أخرج بطرا ولا أشرا ولا مفسدا ولا ظالما إنما خرجت أطلب الصلاح في أمة جدي محمد أريد آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وكما هو معلوم في إجماع الروايات أن رأس المعروف ولايتنا أهل البيت وعدونا هو المنكر أسير بسيرة جدي أرضى منكم الإسلام وعدم أظهار البغض لنا لأن المبغض بزمان رسول الله كان يطرد وما كان حدا يسترجي يقول ببغض سلمان مش أمير المؤمنين سلمان ما كان حدا يسترجي يقوله بغض وسيرة نعم أسير بسيرة جدي وسيرة أبي علي بن أبي طالب فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق وهو أحكم الحاكمين أذي دعوة الأصلاح ولذلك قال الصادق عليه السلام من دين الأئمة الورع والعفة والصلاح وما يقابلهما عنوان البغي قال الله بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا وقد أنزل الله لهم ولاية الأئمة فروفضت وهناك أيات كثيرة أن البغي كان أنهم بعدما اعترفوا لأعلي عليه السلام ولولدي بالولاية بغوا على هذا العنوان بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذابهم مهين ليش الغضب على غضب؟ لأن الغضب الأولاني كان بما تكونوا فيه صدورهم وقلوبهم الغضب الثاني أنه أظهروا هذا العنوان ولذلك قال الله سبحانه وتعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا هذا اللي بين شرك فيما لم ينزل به سلطان قول وأن تقولوا على الله ما لا تعلم الله يكبده والله يكبده يقال أن الفواحش في كلمات الإمام الصادق صلى الله عليه أعداء آل محمد هم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ما بان وما لم يظن يعني ما كتم وما أظهر ولذلك قال وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا بغي ليش نريد يعتد عليهم حتى إذا أدركه الغرب قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بني إسرائيل وأنا من المسلمين عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان الآية إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي قال العدل شهادة الأخلاص وأن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم رسول الله والإحسان يأمر بالعدل والإحسان ولاية أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم والإتيان بطاعتهما وإيتاء ذي القربة الحسن والحسين أيضا كذلك الأمر والأئمة من ولده وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي هو من ظلمهم وقتلهم ومنع حقوقهم وفي روايات بتسمي ولذلك قال الله سبحانه وتعالى أن مقام البغي دائما في الاسترخاء يقول ولذلك قال ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير وقلت لكم تابوت السكينة اللي كان يفتحه فيه الملوك وفي البلدان ويهزمه ويأتي بالزرع الكثير حتى أن الرجل كان ليذري على السخر مع الرمل فينبط ماذا؟ فينبط له الزرع بسبب بركة هالتبوت صار قد ما أضخمه بالنعمة صار يلعبوا فيه الأولاد على الطرقات ولذلك قال رسول الله إن أعجل الشر عقوبة البغي دائما البغي الله سبحانه وتعالى ما بيتدخم هذا الآخر بيعطي بالدنيا وبيرجع بيرده إلى أشد العذاب ولذلك عن أبي عبد الله قال يقول إبليس لجنوده ألقوا بينهم الحسد والبغي فإنهما يعدلان عند الله الشرق ما تحبوا عليهم حسدوه وسوسوه إنه هذا رح يملك ويتصيروا عبيد إنتوا تحتئينه ما أنه إنتوا رح تصيروا عين الرحمة رح تحتئينه رح تصيروا أعزاء رح تصيروا ملوك بيجي الشيطان بوسوسهم لمقام الحسد عن ما اسمع أبي سيار إن أبا عبد الله عليه السلام كتب إليه في كتاب انظر أن لا تكلمن بكلمة بغي أبداً وإن أعجبتك نفسك وأشيرك وعن الكافي عن أبي عبد الله قال الذنوب التي تغير النعم البغي الذنوب التي تغير النعم البغي وفي الكافي عن أبي جعفر قال إن أسرع الخير ثواباً البر وإن أسرع الشر عقوب البغي وكفى بالمرء عيباً أن يبصر من الناس ما يعمى عنهم من نفسه يعني هذا فلان لك شو عم بيسوي هذا فلان لك شو عم بيسوي ثم تطلع في نفسك ثم هم موجودين فيك لذلك قال وكفى بالمرء عيباً أن يبصر من الناس ما يعمى عنه من نفسه أو يعير الناس بما لا يستطيع تركه أو يؤذي ذجليسه بما لا يعني وقال أمير المؤمنين من سل سيف البغي قلت له بيه من سل سيف البغي وأنا حينما أقول إمام يعني فيما أمر في الأصول والفروع وفيما أمر في الأحكام هذا كله إمام يعني إنما مراضي من الولاية ليس عنوان أنه فقط إيه ولاية وانتهى لا مراضي أصلنا ومن فروعنا كل بر كما عبرنا في جنود العقل والجهل نعوذ بالله السميع العليم أن لا نكون خاضعين لله ولرسوله وللأئمة ولأوليائهم ولأوليائهم ونعوذ به أن نتطاول عليهم ونسأله القصد في استقامة الطريق وعدم العدوان وأن نكون من أهل معرفة لنكون أهل صلاحا فلا نكون بذلك بغاة إلهي بحضرة إمام الزمان صلى الله عليه وسلم ارحمنا وعجل لوليك بالفرج واجعلنا من خدامه وأعوانه انصر ناصريه واخذ الخاذليه ودمدم على من نصب له وارزقنا حبه وحب من يحبه وحب كل عمل يقربنا إليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا